المغربي أشرف بن شرقي لعب نادي الزمالك علق لأول مرة على التأذير الكثير اللي انتشرت بشأن رحيله عن القرع البيضاء بعد نهاية عقده هذا الموسم بن شرقي كتب على موقع انستجرام موقع التواصل الاجتماعي انستجرام قال الجميع يتحدث ولكن لا أحد يعرف الحقيقة ولكن قريبا ستعرفون الصدق شكرا لتفاهمكم أشرف بن شرقي دي حكاية دي حكاية برضو حكاية كبيرة أوش بص اللي هقولولك ده شوية كواليس ورائش كواليس ورائش تعال الأول نحط الحاجات اللي نشتب على العرفة انا دايما بحب استبعت حاجات عشان نعرف نكمل في البقية هل أشرف بن شرقي يوقع للنادي الأهلي لا وألف لا أشرف بن شرقي لم يوقع للنادي الأهلي حتى هذه اللحظة يعني فيش حاجة رسمية بين أشرف بن شرقي والنادي الأهلي طيب الحاجة التانية هل النادي الأهلي دخل في مفاوضات لضم أشرف بن شرقي أيوة النادي الأهلي دخل في مفاوضات لضم أشرف بن شرقي دخل في مفاوضات مع مين مع أشرف بن شرقي ليه خش مع أشرف بن شرقي خش مع الزمالك أشرح للناس أن أنت من شهر يناير عقده هو يخلص من نهاية الموسم فمن شهر يناير بحسب لوائح الفيفا من حق النادي الأهلي يدخل في مفاوضات مع اللاعب اللي هينتهي عقده من نهاية الموسم وأي نادي طبعا فبالتالي فتح الأهل باب اتصادات مع اللابس سواء مع وكيله أو مع شقيقه ففيه كلام بس هي الحكاية وقفة فين الحكاية وقفة عن مطالب أشرف بن شرقي المالية ركزوا أوي والله في الكلام ده عشان ممكن تكونوا بتسمعوا الأول مرة الزمالك عرض رقم على أشرف بن شرقي وهو رفضه الرقم اللي عرضه الزمالك على أشرف بن شرقي قريب جدا من الرقم اللي عرضه النادي الأهلي قريب جدا من الرقم اللي عرضه النادي الأهلي اللي هو أشرف بن شرقي رفضه هنا ورفضه هنا هم نتكلم تقريبا ما بين مليون ونص دولار لمليون وسبمائة ألف دولار هي دي الأرقام اللي بيحركوا فيها الاتنين وأشرف عايز أكتر من كده يعني أشرف عايز السنة الأولى لو هيمدي مع أي فريق سواء في مصر أو خارج مصر يبدأ السنة الأولى باثنين مليون دولار وبعد كده تزود بقى 2 مليون ربعمية 2 مليون 600 في السنة الثالثة وهكذا فعايز يبدأ بالرقم ده ويزود كمان الفكرة فين الفكرة لو انت عارف ان الزمالك ما يقدرش يدفع الرقم ده وممكن يكون يقدر بس المعلن او اللي تقال الفترات اللي فاتت قبل حتى المجلس الحالي انه الزمالك ما يقدرش يدفع فروس اشرف من شرقه فحب اقولك انه الاهلي الاهلي هتواجه صعوبة في انه يدفع رقم اشرف من شرقه لسببين اول سبب الاهلي السنة اللي فاتت كان عنده في الميزانية بتاعته في الميزانية المعلنة اللي انا عرضتها لحياتكم قبل كده اللي كان الاهلي هو اللي اصدرها يعني مش برضو انا اللي جبتها من معلومات خلفية او من مصادر خلفية لا دي حاجات معلنة يعني للناس كلها ممكن حاجاتوا تشوفوها تخشوا على ميزانية النادي الاهلي السنة اللي فاتت هتلاقوا ان الاهلي كان عنده عجز عجز في نشاط كرة القدم بسبب المبالغ المالية الكبيرة العجز ده ممكن يبقى أكبر بكتير لو حطيت عقود بدولارات كتير مع حركة الدولار أو ارتفاع سعر الدولار في العالم كله طبعا في العالم كله فالموضوع هيبقى أصعب أنك تسرف دولارات تدفع دولارات كتير على الأهلي وعى الزمالك ده حاجة حاجة تانية أنه الرقم اللي طلبه أشرف بن شرقي هو رقم أعلى من اللي بياخده علي معلول في النادي الأهلي والرقم اللي بياخده علي معلول بياخد أكبر عقد في النادي الأهلي عقد سنوي وبالتالي هنا ممكن النادي الأهلي يقلق من أزمة ما تحصل في الفريق دي الحاجات اللي معطل الأهلي خباك لقى كممكن يوقع مع أشرف بن شريف أي وقت فنيا أشرف بن شرقي مفيد للنادي الأهلي ومفيد للنادي الزمالك مفيش شك من ده مفيش يعني ما حاجة شريفة يقولي أصلي أشرف لعيب مش كويس لها من أحسن المحترفين لجوم الدولة المصري بس الكابتن محمود الخطيب تحديدا معطل الصفقة دي ما رفضهاش برافض نهائي بس معطلها عشان مش عايز الأزمات دي كلها تحصل في الفرقة ده الشرح اللي يخص كسة بن شرقي أسهل حاجة عند أي حد يطلع يقولك بقولك إيه أشرف بن شرقي وقع للأهلي فييجي واحد تاني يوم يقولك لأ أشرف بن شرقي مكمل مع نادي الزمالك فييجي واحد أسكى يقولك لأ ده قصة أشرف بن شرقي دي الأهلي سربها عشان هو أصلا بيخلص مع عزيزه يعني ممكن تقعد تضرف في أخبار يمين وشمال وتحط خبر هنا وتحط خبر هنا بس دي الحكاية من جوة أوي تفاصيلها بالزبط حكاية أشرف بن شرقي طيب ترجمة نانسي قنقر